مرحلة من الاستقرار السياسي لابد وأن يدخلها لبنان في أعقاب إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية بعد تسع سنوات من تعطيل الحياة الديمقراطية الاستقرار السياسي سينعكس حكما استقرارا اقتصاديا ايضا انتلاقا من ثابتة أن تداول السلطة يعزز الثقة بالاقتصاد والاستثمار اللبنانيين لناحية جذب المستثمر أولا وأعطاء جرعة أمل للمستهلك إجراء الانتخابات النيابية سيشكل عاملا للنهود بالاقتصاد اللبناني معطوفا على ما حققه لبنان في مؤتمر سادر الذي انعقد قبل أسابيع في العاصمة الفرنسية وأقر سلة من القرود والهبات للدولة اللبنانية ويتوقف الخبراء الاقتصاديون عند أمكانية وصول وجوه شابة وناشطة إلى سدة البرلمان ما قد يترك تأثيراته الإيجابية كذلك على الاقتصاد لناحية الأمل بولادة تكتلات برلمانية معارضة لكل أشكال الفساد حتى ولو كان حضور هذه التكتلات خجولا وأبعد من إجراء الانتخابات النيابية فأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة في العشرين من أيار مايو الجاري هي خطوة ستؤكد على حيوية الدورة السياسية في لبنان ما يؤمل أن تساهم كذلك في تنشيط عجلة الاقتصاد لبرنامج أموال ومسارات مرسى الكرم الإخبارية بيروت